السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات مضى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وقد رأينا من جموع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات استمرارا في التعاون والالتزام باتباع الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية بارك الله لكم في أيام الشهر الكريم وأعاده عليكم بالخير والعافية بإذن الله معكم دكتورة آمنة ضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في إحاطة إعلامية جديدة حول مستجدات وإجراءات التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 جمهورنا الكريم ما زلنا في مرحلة هامة من مراحل احتواء فيروس كورونا المستجد تستمر فيها الجهود الوطنية على كافة المستويات وتلك المرحلة تتطلب أمرين هامين الأمر الأول استمرار تعاوننا والتزامنا جميعا كبارا وصغارا آباء وأمهات وأبناء بالإرشادات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامتنا وصحتنا والأمر الثاني إجراء المزيد من فحوصات كوفيد-19 على مستوى الدولة والتوسع في الشرائح التي تشملها الفحوصات للكشف المبكر عن حالات الإصابة وتقديم أفضل سبل العلاج لهم جمهورنا الكريم فخورين بالعاملين في قطاعنا الصحي وبجهودهم الكبيرة في إجراء آلاف الفحوصات يومياً فخلال الأسبوعين الماضيين تم إجراء الفحوصات بمتوسط يصل إلى 29 ألف فحص يومياً وقامت الجهات الصحية اليوم بإجراء 36266 فحصاً جديداً كشفوا عن 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ويتلقى المصابون العلاج والرعاية الصحية اللازمة وبإصابات اليوم يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة إلى 13,599 حالة وهذا العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج حالياً والتي شفيت وحالات الوفاة أيضاً ونعلن اليوم والحمد لله عن شفاء 121 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وإلى أسرهم وأحبائهم وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2664 حالة كما يؤسفنا الإعلان عن وفاة ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 119 شخصاً وجاءت حالات الوفاة نتيجة لمضاعفات الإصابة بالفيروس وارتبطت بأمراض مزمنة تغمد الله المتوفين بواسع رحمته وألهم أهلهم الصبر والسلوان وبذلك يصل عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج حالياً إلى 10816 حالة من جنسيات مختلفة نتمنى لهم جميعاً الشفاء العاجل بإذن الله جمهورنا الكريم تولي حكومة الإمارات وبتوجيه خاص من قيادة الدولة اهتماماً كبيراً بفئة أصحاب الهمم وتتعامل معهم كأولوية في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والحياتية المختلفة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تم إطلاق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم والمستهدفون من هذه الخدمة الريادية هم أصحاب الهمم من مختلف الأعمار وتشمل كافة الفئات من المواطنين والمقيمين خاصة من لا يستطيعون الوصول لمراكز الفحص ونريد لعائلات إخواننا وأبنائنا من أصحاب الهمم الاطمئنان والراحة فقد خصصنا فرقا طبية مستعدة ومدربة على التعامل مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا لزيارتهم وإجراء فحوصات كورونا بكل سهولة ويسر في منازلهم بدأ برنامج الفحوصات بالفعل منذ أسبوعين وجاءت نتائج الفحوصات إلى الآن في الكشف عن 22 حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 المستجد بين أصحاب الهمم جمهورنا الكريم أباء وأمهات وأسر أبنائنا وإخواننا من أصحاب الهمم ندعوكم إلى الاستفادة من هذه الخدمة الريادية والتجاوب مع فريق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم وقاية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا ونقدر لكم جميعا تعاونكم لإنجاح هذا البرنامج ونتقدم بخالص الشكر والعرفان لحسن استقبال العوائل للطواقم الطبية وتعاونهم مع فريق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لذوي الهمم خلال الفترة السابقة جمهورنا الكريم للحصول على خدمة الفحص المنزلي لأصحاب الهمم يمكنكم التواصل على الرقم 025968689 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً الإخوة والأخوات أعلنت دولة الإمارات عن علاج داعم ومبتكر لفيروس كورونا المستجد الذي طوره مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مع ظهور نتائج واعدة لتجاربه على بعض الحالات المرتبطة بفيروس كوفيد-19 ولعرض مستجدات هذا العلاج وشرح بعض من تفاصيله نترككم مع الدكتورة فاطمة الكعبي رئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية وباحث مساعد لمشروع الخلايا الجذعية كما سيكون معنا اليوم بإذن الله الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة لإطلاعنا على آخر مستجدات الأبحاث العلمية في هذا المجال تفضلي الدكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة فاطمة الكعبي سنستعرض معكم بمزيد من التفاصيل عن العلاج الداعم الذي أعلن عنه مؤخرا وتم تطويره في المركز والمرحلة التي وصلنا إليها في تجاربنا السريرية استجابة لتوجيهات قيادات دولتنا بتسخير كافة الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والتكنولوجيا للتعامل مع أزمة بيروس كورونا المستجد وهو ما نعتبره واجب تجاه وطننا وأهلنا نفخر في مركز أبوظبي للخلايا الجدعية بالعمل على تطوير علاج داعم للمصابين بيروس كورونا المستجد حيث يخضع هذا العلاج الجديد لتجارب سريرية لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لذلك فهو يعتبر إنجاز وطني ومن المهم إضاحة أن هذا العلاج هو علاج داعم وليس شاف للمرض فهو يساعد المرضى على التغلب على الأعراض التي يسببها البيروس لكنه لا يقضي على البيروس بحد ذاته 28 باحث ومتخصص ضمن فريق واحد عمل وكثف الأبحاث والتجارب للوصول إلى نتيجة واعدة وإنجاز وطني مشرف ولكي نستعرض هذا الإنجاز دعونا بداية نوضح ما هي الخلايا الجدعية هي نوع خاص من الخلايا الموجودة في جميع انحاء جسم الإنسان تتميز بخصائص متعددة واحدة من هذه الخصائص هي قدرتها على التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا والتكاثر إلى ما لا نهاية لإنتاج المزيد من نفس الخلايا الجدعية وتعمل علاجاتها على تسخير هذه الخصائص الفريدة لتجديد الخلايا التي لا تجدد من تلقاء نفسها وقد استخدمت الخلايا الجدعية كعلاجات داعمة في العديد من الحالات وعلاجات أيضا شفائية منها سرطان الدم واضطرابات نقص المناعة لأكثر من 30 عاما وهذا يقودني إلى الحديث عن العلاج الداعم الذي طورناه في المركز حيث قمنا بعزل نوع من الخلايا الجدعية البدائية التي تدعى بالخلايا الجدعية الجنينية الصغيرة جدا التي يعتقد الباحثون أنها تحمل إمكانات تجديدية حيث نعتقد أنها قادرة على تجديد الخلايا التالفة وتعديل اتجاباتها المناعية لتقلل من الالتهاب في أنسجة الرئة الناجمة عن الإصابة بيروس كوفيد-19 والمساهمة في تجديد هذه الخلايا التالفة من تلقاء نفسها ميزة استخدام هذه الخلايا أيضا هو أن جمعها لا يتطلب إجراء عملية جراحية كما هو الحال بالنسبة للأنواع الأخرى من الخلايا الجدعية بل يتم فقط بأخذ عينة من دم المريض وأدخال العلاج إلى الرئتين من دون الحاجة إلى تدخل جراحي بل فقط من خلال استنشاق العلاج بواسطة رداد نعم بعد أخذ عينة الدم واستخراج الخلايا منها تخضع لعملية كيميائية حيوية حيث يتم استخدام الصفائح الدموية المسؤولة عن النمو الخاصة بالمريض لتنشيط هذه الخلايا ومن ثم يمكننا إعادة إدخالها إلى الرئتين وإلى وقتنا هذا وصل عدد مرضى بيروس كوفيد-19 الذين خضعوا للعلاج الدائم بالخلايا الجدعية إلى 73 مريض ممن صنفت إصابتهم بين المتوسط والشديدة وكان منهم 25% في الرعاية المكثفة بدأنا والحمد لله تنفيذ أول تجارب مع أول حالة مصابة بيروس كوفيد-19 وذلك في 4 أبريل 2020 ونقارب حاليا على الانتهاء من جمع البيانات لإجراء مزيد من التجارب المقارنة وبزيادة عدد المرضى القادرين على خوض هذه التجارب نستطيع معرفة مدى فعالية هذا العلاج الدائم بصورة أسرع ومقارنة حالة المرضى بعد تلقيهم العلاج الدائم بحال المرضى الآخرين الذين لم يتلقوا العلاج الدائم مع مراعاة الخصائص نفسها وهذا ما نفعله إذ نعمل حاليا على ترسيخ الصحة والسلامة فخورين بما تم إنجازه حتى الآن وسوف تكون الخطوة التالية أكثر نحو الفعالية والتطبيق على نطاق أوسع شكرا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور علوي الشيخ علي المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة ويسعدني أن وافيكم اليوم بمستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة كوفيد 19 في دولة الإمارات استعرضنا معاكم الأسبوع الماضي مجموعة من الدراسات التي يعمل عليها المجتمع العلمي في دولة الإمارات ونواصل اليوم إن شاء الله يطلعكم على مجموعة من هذه الدراسات وبعض النتائج الأولية التي توصلت إليها من أهم الأسئلة التي كان العلماء يبحثون عن إجابات لها منذ بداية انتشار هذا الفيروس هو لماذا هناك أشخاص يبدون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد أو عند إصابتهم بهذا الفيروس تكون أعراضهم أشد حدة مقارنة لأشخاص آخرين لمعرفة الإجابة على هذا السؤال لا بد أن يكون لنا فهم عميق لعملية إصابة الإنسان بهذا الفيروس الرسم البياني الواضح الآن على الشاشة الذي تشاهدونه يوضح بطريقة مبسطة كيفية إصابة الخلايا بمرض كوفيد 19 وكيفية انتقال الفيروس إلى داخل الخلايا تحتوي أسطح خلايا جسم الإنسان على ما يسمى بمستقبلات هذه المستقبلات تعمل كأبواب للخلايا تسمح لمن تشاء بالدخول إلى داخل الخلية وتوجد هذه المستقبلات على كثير من خلايا الجسم منها خلايا الجهاز التنفسي وبالذات مستقبلات معينة اسمها مستقبلات ACE2 وهذه المستقبلات هي التي تسمح للفيروس بالدخول إلى داخل الخلية وحين يدخل الفيروس إلى داخل الخلية خاصة خلايا الجهاز التنفسي يتصل غشاء الفيروس هذا بغشاء الخلية ويدخل بذلك الفيروس موادها الجينية إلى الخلية وبالتالي يستولي الفيروس على وظائف الخلية لإنتاج البروتينات ومضاعفة الحمض النووي فتصبح الخلية بالطريقة هذه مصنع لإنتاج الفيروسات ومضاعفتها في جسم الإنسان وكذلك انتشار العدوى إلى الخلايا الأخرى لذلك وجود مستقبلات أكثر في جسم الإنسان أو في عضو معين في جسم الإنسان قد يعني إنتاج فيروسات أكثر وهذا قد يعني أن الجهاز المناعي سيبذل جهداً أكبر لمحاربة هذه الفيروسات مما يؤدي إلى زيادة حدة المرض على الإنسان بناء على ذلك عمل فريق من الباحثين في كلية الطب ومعهد البحوث الطبية في جامعة الشارجة وبالتعاون مع فريق طبي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالبحث في هذا الموضوع ركزت الدراسة الأولى على البحث في أسباب ضعف انتشار فيروس كورونا المستجد عند الأطفال وهذا الملاحظ سريرياً إضافة إلى ضعف حدة الأعراب عند الأطفال مقارنة بكبار السن أو مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وجدت هذه الدراسة أن هناك مستقبلات أقل في أنسجة وخلايا الرئى والأنف عند الأطفال مقارنة بالكبار واستنتج الباحثون بناء على ذلك أن قلة وجود هذه المستقبلات في الخلايا قد يحد من انتشار المرض بين الأطفال مقارنة بكبار السن وقد أيضاً يقلل من ظهور أعراب شديدة عند الأطفال مقارنة بكبار السن اكتشفت هذه الدراسة أيضاً أن عدد هذه المستقبلات يزداد عند المدخنين أو المصابين بأمراض تخص الجهاز التنفسي تحديداً مرض الربو أو مرض الانسداد الرأوي المزمن أو مرض ارتفاع ضغط الدم الرأوي في دراسة أخرى مشابهة قام فريق من الباحثين من جامعة حمد بن راشد للطب والعلم الصحية ومستشفى الجليلة التخصص للأطفال بالتعاون مع جامعة الشارقة ركزت هذه الدراسة على فهم مستوى الخطورة الإصابة بهذا الفيروس وتأثير الفيروس على المصابين بالسمنة ووجدت هذه الدراسة أن زيادة أيضاً وأكدت زيادة عدد المستقبلات هذه التي ذكرناها عند المصابين بالسمنة مقارنة بأشخاص آخرين وفي النهاية تقوم جامعة خليفة كذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بالعمل على مشروع يهدف إلى رصد الوجود الفيروسي في مياه الصرف الصحي وهذا قد يساعد وقد يكون وسيلة للكشف والتتبع المبكر لفيروس كورونا المستجد لدى جميع الأفراد وما يساهم أيضاً في دعم الجهود البحثية لتقدير نسب واتجاهات انتشار الفيروس في المجتمع شكراً جزيلاً وكل عام تبخير الإخوة والأخوات المواطنون والمقيمين الجهود مستمرة من كافة الجهات في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فرقنا الطبية تواصل العمل للكشف والفحص ودراسات مجتمعنا العلمي متواصلة لدعم هذه الجهود وكلنا علينا مسؤولية لضمان تكامل هذه الأدوار استمرار البقاء في المنزل والتزامنا بالإجراءات الوقائية هو دورنا الرئيسي حماية لنا ولأسرنا ولأحبائنا واليوم تقافتنا هي درعنا المضاد وبداية العلاج بإذن الله وبالتعاون يسلم الجميع اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان واحفظ حكامها وشعبها نترككم في حفظ الرحمن ودمتم في بيوتكم آمنين